بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام أسعدكم الله وأوقاتكم بكل خير وفي هذه المناسبة سقص عليكم قصة إبراهيم عليه السلام وقومه كان قوم إبراهيم عليه السلام يسنعون الأصنام من الحجارة والأخشاب ويبنون لها المعابد الكبيرة ويضعونها فيها ثم يذهبون إلى هذه المعابد ويطوفون حول الأصنام ويصلون لها يركعون أمامها ويسجدون وكانوا أيضا يعبدون النجوم والقمر والشمس وذات يوم فكر إبراهيم وتعجب من قومه وسألهم كيف تعبدون هذه الأصنام التي تسنعونها بعيديكم ولماذا تعبدون النجوم والقمر والشمس وأراد إبراهيم عليه السلام أن يوضح لقومه فساد عبادتهم فرأى نجما يلمع في السماع ليلا فقال لقومه هذا ربي ولكن النجم غاب وذهب فقال لهم الإله لا يغيب ولا يذهب فالنجم ليس إلها ثم رأى القمر يضيء السماء والعرض فقال لقومه هذا ربي ولكن القمر ذهب وغاب فقال لهم الإله لا يذهب ولا يغيب فالقمر ليس إلها ثم رأى الشمس فقال لهم هذه الشمس ربي وهي أكبر وفوائدها أكثر ولكن الشمس ذهبت وغابت فقال يا قومي إني بريء مما تشركون ثم قال لهم إن ربي هو الذي خلق العرض والسماع والنجوم والقمر والشمس وهو الذي خلقكم وخلقني ولهذا فهو وحده الذي يستحق العبادة هذا القصة الأولى وستأتينا إن شاء الله تعالى القصة الأخرى الثانية لقصة إبراهيم عليه السلام وقومه حالا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر وإلى لقاء آخر وإلى لقاء آخر